ده أردوغان النهاردة زود الكهربا نهاردة تسع في المية وتقريباً خمساشر والعشرين في المية حاجة كده نهاردة تكلمه؟ هابت تكلمش طب أردوغان يوم الخميس عمل ايه؟ عمل ايه أردوغان؟ هادي هاي رفع الكهربا أربعة عشر في المية للصناعي وتسع في المية المنزلي أردوغان اللي قال لك أنا لا المواطن المواطن التركي يا جماعة أنا المواطن التركي في عناية إيه إن مش هزودك ده لسه منسبوعين قبل ال وإحنا كنا بعد سفرنا بيومين عمل مؤتمر قال لك مش هزود أي حاجة جاء بعد هو أهو نهاردة زود هو طبعاً بالنسبة له الموضوع الدنيا عنده بتقع البلد عنده بتعرض لانهيار اللي رأي كل يوم عندها مشكلة ده قرر ده فرض حاجة أول مبارح لم تحدث في تاريخ أي دولة إيه هو القرار الغريب اللي عمل أول مبارح عمل إيه حضرتك عندك هداع في البنك أردوغان هو اللي بيتحكم في الإقصاد التركي مع عشان كده ويع الإقصاد زي الأرجنتين الأرجنتين عندها مشكلة كمان عشان رئيس الأرجنتين يتدخل في الدنيا بتنهار في الأرجنتين كمان زي أردوغان الفشل بتاع أردوغان بسبب تدخله في طب هو أنت ملك بإقصاد أنت بتعرفش أنت فهمش حاجة لا إقصاد ولا سياسة ولا أي حاجة فهو قرر يعمل إيه عندك وداع في البنك هاخد عشرين في المئة على الودايع يعني عندك مئة ألف دولار فرض ضريبة ضريبة فرضها أردوغان ضريبة على الودايع اللي موجودة في البنوك التركي أهو زياد ضريبة على الودايع بالعملات قصب عشرين في المئة عشرين في المئة ضريبة وعشرين في المئة على الحسابات الجارية لحد ستة شهور بعد ستة شهور حضرتكم متخيلين ده معناقي خراب لأي واحد موجود سواء مواطن تركي أو مستثمر حاطق فلوس بالدولار أو باليورو أو بأي عملة غير الليرة يعني يبقى عندك مئة ألف دولار كده متاخد منهم عشرين ألف كل سنة وانت طيب اخبط دماغك في الأقرب بحيطة جنبك ولا حد هيعبرك ده الأنادول الخبر ده على الأنادول مش بتاعنا ده اللي بيحصل في تركيا الخراب اللي قادم اللي موجود في تركيا النهاردة يتكلموا على ده؟ لا هو عايزك أنت عايزش حينك أنت عايز يكلم يقول لك أي كلام ويخترع أي حاجات وأي قصص ملوش علاقة بتركيا تركيا أردوغان بالنسبة له أردوغان بالنسبة له كل حاجة بالنسبة له فيعمل يجوز الأردوغان يعمل كده وحلال إنه أردوغان يعمل كده ودوره يعمل كده قادر الإقتصادي بيكلمون عليه مش دا لواجه عدماغنا وصدعونا واقتصادي تركيا ويا سلام اللي بقى بقى اقتصادي تركيا في الأرض بقى حتى لو عنده النهاردة دولار قلنا لكم بقى لنا كتير بنقول لكم اصحابوا فلوسكم العرب اللي هناك ولا اللي عادين هناك اسحف فلوسك اجري واسحف فلوسك من البنوك التركية وديها مكان آمن طول ما فلوسك موجودة بيأممك النهاردة أردوغان النهاردة بيأمم الأموال أموال المواطنين وأموال المودعين أردوغان قرر يأمل كده أنا بقول لك ضريبة عشرين في المية على أي دولار ليك أو أي يورو ليك بيأخذ منك وخلاص وبالنسبة له يطلع بقى المشايخ بتوعهم المجرمين دول يحللوا الكلام ده قال لك أيوة طبعا اللي عزينه وحلاله وناخد طبعا انت الحمد لله إحنا في مصر بند فايدة إحنا في مصر بند فايد وأردوغان بيفروض ضرائب تخيل بقى يا سبحان الله البلد اللي كانوا عايزينها تقع تدي فايدة وأردوغان اللي قال لك البلد يبقى تلعشرين بأحسن نقصات في العالم بيأخذ ضريبة على الإدعاءات ده الفرق ما بين بلد عارفة بتعمل ايه وبلد واحد بيتحكم فيها ويتحكم بيعمل ايه تاني بيبني قصر جديد غير القصر اللي بناله هو ألف غرفة قصر ما تكملش سنة قال لك هيعمل قصر آخر في شرق البلاد بيختار دوقتي قطعة أرض مش عارفها لمساعة كم فدان وعايز يعمل قصر جديد فيأخذ الفلوس بتاعتك عشان يعمل قصر ده ليهم أردوغان مش يهمه الشعب النهاردة جميع الأسعار زادت من 25 ل 40% لصر 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 لصر